السدى الصحر الدور هو في مصرحية عن أم وطفلتها المصابة بالسرطان هذا المشهد ليس بغريب عنها فقد عاشت هذا الدور عندما توفيت إحدى صديقتها جرى إصابتها بنفس المرض هذا المرض لقد شل مني أعز صديقة كانت مصابة بمرض السرطان فقدتها وأسأل كل من لديه الخير أن يقدم له شيء بسيط لهذه الفئات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف الخامس عشر من فبراير أقامت المؤسسة المتخصصة لعلاج أوراب السرطان بمحافظة لحج بالتسيق مع مدارس ريادة الأهلية الحملة التوعوية في المدارس للتعرف بهذا المرض وسبل الوقاية الأولية منه طبعا الهدف من هذه الفعالية هو انتشار اسم المؤسسة وجود أن هناك مؤسسة في محافظة لحج ترعى أطفال السرطان وإن شاء الله بإن الله تعالى تطور المؤسسة إلى قدم بالحملات التوعية المعرض تضمن عدة أنشطة منها الطبق الخيري الذي سيعود ريعه لأطفال المحافظة المصابين بمرض السرطان ونرحب بالعمل الإنساني الخيري كما نحث مدراء المدارس في جميع المحافظة أن يبادروا في طبق خيري لصالح أمراض السرطان توفر بعض الليقاحات العلاجية هو ما سيسم به ريع هذه الأشطة الخيرية حتى وإن كانت غير مجدية نظر لترفع تكاليف الأدوية كما تظل المؤسسات والجمعيات عاقزة أمام ازدياد عدد المصابين بهذا المرض طبق الخيرية من وجهة نظرنا أنها لا تفي باحتياجات مثل هذه الشريحة فلابد هناك من لفتة كريمة أولا من الدولة ومن المنظمات الداعمة ومن الجمعيات الخيرية مع قياب الدوري الحكومي والسلطة المحلية بالمحافظة يموت في كل لحظة مصاب بمرض السرطان خاصة والمضابات الدولية هي الأخرى لم تكن بوجبها كما يجب مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحي